لماذا كتابي لا يباى على أمازون كيدي بي؟ لماذا لدي كتب كثيرة ولا أحقق أي مبيعة؟ ولماذا أعطي وقت وجهد كبيرين ولا أحقق حتى مبيعة؟ من بين أصعب الظروف التي قد تعيشها كمبتدئ في هذا المجال أمازون كيدي بي هو العمل لمدة طويلة ومشاهدة فيديوهات كثيرة دون جدوى بمعنى أنك لا تحقق أي مبيعة فإليك اليوم إن شاء الله أهم الأسباب التي تجعل كتبك لا تتصدر الأبحاث في أمازون كيدي بي وبالتالي لا تحقق لك أي مبيعة إذن على بركة الله فأول شيء أريد أن أتحدث معكم فيه هو يجب عليك أخي أختي أن تضع نفسك مكان المشتري وبالتالي ستجد سبب هذا المشكل فأول شيء يتير انتباه المشتري هو عنوان الكتاب لأنه قبل أن يختار الكتاب يقوم بوضع كلمة أو كلمتين لتظهر له مجموعة من الكتب ثم يقوم باختيار الكتاب الذي أعجبه بينهم إذن من خلال هذه السلسلة يبدو أن أهم نقطة هي اختيار عنوان رئيسي جيد لكتابنا وكلمات مفتاحية متقنة حتى يتمكن كتابنا من الظهور على الصفحات الأولى وهنا يجب أن نركز أخي أختي على العنوان الرئيسي يجب أن يكون اختياره بدقة عالية بحيث يكون عدد الأشخاص الذين يبحثون على الكتاب كبير والمنافسة عليه قليلة فمثلا جومبو اكتيفتي بوك فور كيدز هنا نركز على نوع الكتاب اكتيفتي بوكس يعني هنا كتاب خاص بأنشطة ثم نذكر الفئة الموجهة لها الكتاب فور كيدز بمعنى للأطفال ولكي يظهر لنا الكتاب في البحث يجب أن نتجنب الأخطاء اللغوية والإملائية فبسببها الكتاب لن يظهر في البحث ثم الآن نتحول إلى العنوان التانوي ونضيف بعض المعلومات الأكثر تحديدا لنوع الكتاب والتي يمكنها أن تجلب المشتري مثل نوع الأنشطة بازل كولورين عدد الصفحات والقياس وهنا سوف تمكن المشتري من اختيار وتحديد الكتاب الذي يريده دون أن يبحث كثيرا لأنه من خلال هذا العنوان سوف يجد الكتاب الذي يريده من خلال نوع الكتاب وكذلك القياس الخاص به ثم هنا نلتقل إلى الكلمات المفتاحية فدورها كبير كذلك وهذا موضوع كبير جدا لن أطيل فيه لأنني سأخصص له فيديو كامل إن شاء الله في الحلقات القادمة لأنني قمت بشرحي سابقا ولكن كما تعلمون المجال دائما يتجدد فسأضيف فيديو آخر جديد وسأمنحكم فيه معلومات أكثر دقة إن شاء الله إذن طريقة اختير هذه الكلمات يجب أن تحاول وضع الكلمات التي قد يقوم المشتري بوضعها في هذه الخانة الخاصة بالبحث وهنا يجب أخي أن تبحث أكثر وأن تستعمل بعض الأدوات مثلا هيليوم بوك بولت أو أي أداة أخرى المهم لن نتطرق كثيرا لهذه الأدوات فكما قلت سأشرح لكم مستقبلا في فيديو قادم وأن تفكر وكأنك أنت من سيشتري هذا الكتاب لكي تتمكن من وضعها بطريقة صحيحة ثم بعد توجيه كتابنا ووضعه في مقدمة خانة البحث اعتمادا على العنوان الرئيسي والعنوان التانوي وكذلك الكلمات المفتاحية سننتقل الآن إلى طريقة إنشاء غلاف جداب بحيث أن المشتري سينجذب له ويترك الكتب الأخرى المنافسة التي بارت له وهنا كذلك يجب أن تختار الأنوان بعناية وكذلك الخطوط حسب نوع الجمهور المستعدف فمثلا استهدافك للأطفال يحتم عليك استعمال ألوان متيرة أصفر أحمر أخضر وصور حيوانات أو صور للأطفال حسب نوعية الكتاب أما إن كنت تستجف الشباب أو المسنين فمن الأحسن عدم الإكتار من الألوان والرسومات وحاول تقليد المنافسين فدائما أقولها وأكررها أخي عند استهدافك لأي نوع من هذه الكتب دائما حاول أن تشاهد الكتب التي تباع كثيرا وحاول أن تقلدها لكن ليس تقليد مئة بالمئة لكن اختار طريقة وضع الكتاب يعني هل فيه رسومات كثيرة هل فيه ألوان كثيرة وحاول أن تبدع وأن تقلد هذه الكتب لأنها تباع وبالتالي أنت إن قمت بمماثلتها فسوف تحقق مبيعة لا محالة ثم نلتقل إلى سبب آخر وهو محتوى رديء فتذكر أخي دائما صناعتك لكتاب في شهر كامل أحسن من صناعتك لأربعون كتاب في اليوم دون تركيز وبمحتوى رديء فالأول سيحقق لك مبيعات كبيرة وقد تكون دائمة والتالي لن يحقق لك أي شيء فالأول بمجرد أن يباع المرة الأولى أو المرة الثانية سيقوم المشتري بوضع ريفيوز أي تقييم للكتاب إيجابي وكما تعلمون كلما كانت التقييمات إيجابية كثيرة إلا وحقق الكتاب مبيعات أكثر وأكثر وأخيرا من بين الأسباب التي لا نعطيها أهمية وهي مهمة جدا هي عدم الاهتمام بإنشاء وصف جيد لكتابنا فأهم النقطة التي يجب عليك احترامها قبل إنشاء هذا الوصف هو أن تتحقق فيه هذه الشروط وركز معي جيدا يجب أن يكون الوصف موجز وتكون فيه معلومات حول الكتاب عدد الصفحات القياس نوع الغلاف فهذه التفاصيل الأجانب يعطوها اهتمام كبير ثم يجب عليك أن تدخل بعض الكلمات المفتاحية عند وصفك للكتاب حتى يصنف كتابك مع الكتب الأولى وآخر نقطة هو تجنب الأخطاء اللغوية والإملائية كما قلت سابقا فكيف يعقل أن تضع وصف كله أخطاء لكتاب تعليمي مثلا للأطفال وتريد أن يأتيك بمبيعات فمن الصعب أن يباع الكتاب لأن الفكرة التي سيأخذها المشتري على الكتاب هي أنه كتاب غير لائق لأطفاله وله كذلك فلا يصلح للتعليم إذن كخلاصة لدرسنا إخواني فيجب عليكم أن تركزوا على العنوان الرئيسي والتانوي ثم الكلمات المفتاحية يجب أن تكون متقنة حتى يظهر كتابكم في الصفحات الأولى للبحث من ثم تقومون بتصميم غلاف جداب يتير المشتري ليقنعه في اختيار الكتاب الخاص بك على الكتب الأخرى المنافسة ثم نقوم بتصميم محتوى جيد ونقوم بكتابة وصف جميل ومختصر وأي نقطة لم تفهموها إخواني يمكنكم وضع السؤال في التعليق الخاص بهذا الفيديو وسأقوم بقراءتها واحد بواحد وسأجيب عليها في أقرب وقت إن شاء الله إذن وصلنا إلى نهاية الفيديو إن أحجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بجيم ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال طبعا وإن كانت أخي أختي هذه هي أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول ودمتم في رعايتنا